مع عودة الحياة لمحافظة حمص تدريجياً ومع اختلافها يحاول أهل المدينة إعادة المعالم الأساسية لها بعد تدمير أجزاء منها بفعل الإرهاب المقاهي الشعبية التي كانت متنفساً لأهل المدينة قبل الأزمة بدأت اليوم تعود بحلة أجمل وتطور أكبر فبدأ العمل من عام 2021 بجهود بين مجلس مدينة حمص وأصحاب المقاهي الشعبية من تنظيف نهر العاصي والعمل على إعادة التراث بشكل أساسي على ضفاف النهر الحقيقة هذا مشروع جداً حيوي نحن نحاول كمجلس مدينة حمص نشتغل على المشاريع من خلالها ممكن إحياء التراث الحمصي وتاريخ مدينة حمص العريق من خلال مشاريع تفوت على الزاكرة الحمصية فلا واحد من المشاريع المهمين مثل ما نحن موجودين الآن فيه اللي هو مقهى في رأس الشقيسة هذا المشروع عم يشغل فيه بطريقة كتير حلوية من عدة مراحل وعدة أجزاء أهم هو تنظيف نهر العاصي مثل ما نحن شايفين الآن نهر العاصي مجرى نهر العاصي عم يحاول أن تنظيفه من خلال مسار معين ومسافي معيني تنظيفه من خلال تنظيف المسار تبعه ضمن مساحة معينة وبالتالي تصفى المي وبالتالي تظهر المي بطريقة اللي كانت موجودة فيها سابقا مقاهي شعبية تستقبل الأهالي وتقدم خدماتها مجانا ما جعلها مقصدا أساسيا لأهالي حمص عبارة عن مقاهي شعبية رقم واحد بيضم كافة شرائح المجتمع وبالوقت الحالي المشروع مجاني بالمطلق يعني عم تجي الناس من الساعة 8 الصبح للساعة 4 الظهر باستثناء يوم الجمعة لأنه يوم عطلي يعني أما عم تجي على مدار الصيف كله من شهر خمسة من واحد خمسة لواحد إداعش كلش الجو مناسب عم تجي الناس يوما بعد آخر تعود حمص لصابق عهدها قبل الأزمة كما ستعود مقصدا مهما لعدد كبير من الزائرين كند الخضر لقناة سمى الفضائية حمص أكد المدير العام لشركة